موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين مع حلقة جديدة من ساعة محبة دائما نلقاكم على الخير ودائما نسعى إلى أن نرتقي بأرواحنا وعقولنا فالروح والعقل كلاهما كجناحي طائر إذا قطع أو إذا اختل هذا الجناح سيقع الطائر نحن كمسلمين وكبشر أيضا بصفة عامة دائما بحاجة أن نستذكر هذه الجوانب الروحية واليوم حديثنا أيضا أقرب إلى الروح حديثنا عن المساجد هذه المساجد التي هي بيوت لله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه هي بأمر الله وجدت ولله وجدت ولذكره ولتسبيحه حتى يرفع هؤلاء المؤمنون صوتهم وتسبيحهم وذكرهم ليصلوا إلى تلك المعاني العميقة إلى العبادة إلى الطاعة إلى التقوى كنت أبحث عن عدد المساجد الموجودة في العالم والحقيقة أني تفاجأت أن عدد المساجد في العالم تخيلوا هذا العدد وصل إلى 3.6 يعني ثلاث ملايين وستمائة ألف مسجد عندهم مسجد مما يدل على أن هناك في الحقيقة المساجد عددها جدا مناسب وأن ربما كعدد مادي وكأماكن وكأبنية وكعقارات ومرافق أعتقد أن المشكلة ربما لا تكون في المباني وعددها والمرافق ربما تكون المشكلة في نوعية التعاليم والتربية والتوجيهات والأئمة والوعاظ والدور الذي يمكن أن يقوم به هذا المسجد في أندونيسيا وحدها ثمانمائة مليون مسجد أفهم ثمانمائة ألف مسجد ثمانمائة ألف مسجد في أندونيسيا الهند فيها تقريبا ثلاثمائة ألف مسجد بنجلاديش فيها ميتين وخمسين ألف مسجد الأردن وبحسب عدد السكان طبعا عندنا خمس ألاف وخمسمائة مسجد يعني هذا يؤكد أنه العدد ولله الحمد عدد كبير جدا ويؤكد أن المسلمين من حيث المساجد وعدد المساجد ليس عندهم مشكلة أبدا لكن أعزائي كلنا يصلي أو أغلب الناس بتصلي وخاصة يوم الجمعة ويمكن أن نأخذ هذا المؤشر هل المسجد يقوم بدوره كما يجب؟ هل المسجد وإمة المساجد فهموا الدور الذي يجب أن يقوم به؟ النبي صلى الله عليه وسلم وكلنا يعرف أن المسجد في عهد النبي كان مثل وزارة الخارجية يستقبل به الوفود الرسمية وكان المسجد يأتيه الأحباش جاء الأحباش اللي هم قوم من الحبشة وبدأوا يقوموا برقصات بالسيف وحركات بالجسد في المسجد وعائشة رضي الله عنها كانت قد وضعت رأسها خلف النبي صلى الله عليه وسلم وتنظر فقال لها هل اكتفيت أو بهذا المعنى؟ فبقيت تنظر حتى شعرت بأنها اكتفت يعني مما يدل على أن المسجد كان أيضا فيه نوع من الفن فيه نوع من الفلكلور لم يكن مجرد مكان للصلاة كان يأتي الرجل ضيفا فيأتي إلى المسجد كانوا يأتوا ليفاوضوا النبي صلى الله عليه وسلم حول الحرب والسلم فيأتوا إلى المسجد المسجد كان له أدوار متعددة عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قرارا في معركة بدر كان في المسجد كان يسأل الأنصار ويسأل المهاجرين ويقول أشيروا علي أيها الناس وهو في المسجد يعني ربما هذا المسجد يعطي الإنسان طاقة روحية وفكرية من أجل أن يقوم بأدواره الإنسانية صحيح أن المسجد هو مكان ديني في الأساس وأن الشعوب منذ القدم بالمناسبة البابليين والسومريين والأكاديين والكنعانيين والفنيقيين وكل هذه الشعوب ولو ذهبنا إلى أيضا الكنفشيوسيين في الصين والهندوس في الهند سنجد المكان المقدس المعبد الإنسان يشعر بأن المكان المقدس هو عالم يختصر العالم عالم فيه طهارة عالم فيه خير كأن الإنسان ينظر إلى المكان المقدس كبداية لتشكيل العالم من جديد هذا المكان المقدس يريد الإنسان أن يشكل المجتمع من خلاله هو مكان طاهر لم تدخل الخطيئة لم تدخل الرذيلة هذا المكان المقدس في الإسلام هو المسجد إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا فيه انظروا هذه اللغة الجميلة عندما يتحدث القرآن عن أول مكان مقدس أراد الله عز وجل أن يكون في مكة هذا المكان بناه إبراهيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا بناء المسجد هو عبادة وهو عبادة لله عز وجل لكن هذه العبادة وهذا المسجد لا يمكن أن يتوقف دوره على الصلاة وعلى الموعظة الدينية كما أن هذا المسجد قد يتعرض إلى مشاكل إلى اختطاف مساجد الضرار المسجد الطائفي المسجد الحزبي المسجد الذي يفقد رسالته يفقد البوصلة يصبح هذا المسجد وكأنه مكان لتجمع لا يبحث عن الرحمة مكان لا ينطلق منه المؤمن ليبشر بهداية وبرحمة من الله كل هذا أعزاء المشاهدين سنثير أسئلة عديدة إن شاء الله تعالى عن دور المسجد في المجتمع مع ضيفنا لهذا اليوم ضيفنا العزيز الدكتور أنس أبو عطى عميد كلية الشريعة في جابعة البيت ولكن بعد الفاصل معكم الجديد أعزائي المشاهدين والحديث عن المسجد ودوره في المجتمع وضيفنا لهذا اليوم الدكتور أنس أبو عطى عميد كلية الشريعة في جامعة البيت أهلا وسهلا دكتور حياك الله أهلا بكم الله يرضى عمان حياكم الله إن شاء الله الطريق من إربد إلى عمان كانت سالكة اليوم ويسرة الحمد لله ولله الحمد دكتور لو بدينا بالحديث عن المسجد النبوي المسجد في عهد النبي بالأحرى نحن نعرف أن المسجد النبوي قبله كان مسجد قباء أسبق حتى من المسجد النبوي لكن النبي صلى الله عليه وسلم وبناء المسجد ودور المسجد في المدينة المنورة كيف كان بسم الله الرحمن الرحيم المسجد كما قال الله جل في علاه إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمن أول بناء وضع في الأرض من الله جل في علاه المسجد وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة ليؤسس فيها دولة الإسلام دولة الخلافة قام بأول ثلاثة أعمال مهمة تأسيسية تنظيمية تقعيدية لتكوين الدولة وانطلاق الدولة في دورها ومهامها كانت هناك بناء المسجد المؤاخى وبناء السوق المسجد هذه المؤسسة أنا لا أقول مسجد بمعنى بناء إنما هو مؤسسة لها دور مفصلي وفيصلي في المجتمع بما تؤديه هذه المؤسسة من كونها دار للعبادة ومنتدى للحوار والتواصل الاجتماعي فيها ما فيها من عرض للعلوم فيها ما فيها من مجالس الشورى بل كان المسجد منبرا لخطب العرش يقدم فيها الحاكم أو الوالي خطبة العرش بمسمىه السياسي والبيعة والبيعة والمسميات القديمة بالضبط كان فيه ما يسمى الآن مركزا صحيا كان فيه دار رعاية دار تأهيل دار إعداد للدعاء نستطيع أن نقول بكلمتين هذا المسجد أدي دوره كان في التوعية والتعبئة هذا المسجد أدي دوره إن جاز لي التعبير الإعلامي في التفريغ والتفريخ أقول تفريغ طاقات شباب المجتمع من نشاطات دنيوية أقول نشاطات دنيوية وثقافية مباحة وتفريغ للعقول والطاقات المؤهلة تقود الناس وتقود الأمة رائع ولذلك سمي هذا المكان بمسجد ليدل على السجود هذا السجود الذي يدل فيه على الإنقياد والطاعة للا عز وجل من حيث الالتزام بأحكام ونظام ودقة وترتيب لذلك هذا المكان الذي جعل له هذا الهدف الاستراتيجي للخلق وليس للمسلمين دقق في هذا للخلق أجمعين لذلك ربنا قال واجعلنا البيت مثابة للناس وأمنة مثابة للناس وأمنة المثابة دكتور عامر الذي يعود إليه الناس عند حصول تيه فكري عند حصول ضياع ضياع انحراف في البوصلة يلوذون به يلوذون بهذا المسجد ويجدون فيه الأمانة والإيمانة والأقبئنا لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الرواية في الصحيح قال دخل المسجد فوجد أحد الصحابة قال يا أبا أمامة ما لي أراك في المسجد في غير وقت الصلاة يظن أن المسجد فقط لخمس صلوات مجموعة نصف ساعة ليس هكذا قال ما لي أراك في المسجد في غير وقت الصلاة قال يا رسول الله الله مصلي عليه هموم لزمتني وديون عنده مشاكل اقتصادية مشاكل اجتماعية لجأ يبحث عن علاج وحل في بيت الله فقال له نبينا صلى ربه عليه وسلم يا أبا أمامة ألو علمك كلمات إن قلتها أذهب الله همك وقضى دينك في علم غربي بدأ وأصل شرعي موجود وهو البرمجة العصبية اللغوية أن البي قال علمه الحديث في الدعاء اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبات الدين وقهر الرجال أثار في نفسه الدافعية للعمل جميل وفي المسجد ليس المسجد فقط أن تأتي لتصلي وتدعو فقط وإنما تنطلق وتنطلق أن تطلب من الله الخروج من هذه الحالة النفسية التي فيها السلبية والركود إلى الخروج عن هذا العجز والكسل وهذا الشعور السبي يعني أنت أشرت أثناء كلامك قلت أن المسجد ليس فقط للمسلمين هو أيضا مكان أوسع ما يكون للبشرية جمعها مثابة للناس هناك أيضا آية قرآنية بهذا الاتجاه في البقرة لما قال هدى للعالمين الآية التي أريد أن أسمع تعليقك عليها تقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة ما هو المعنى الذي يمكن أن نفهم من خلال استفاف هذه البيوت المقدسة لماذا ذكر الله هذه الأماكن المقدسة وجعلها سويا وكأنه يضعها أمامنا بطريقة محترمة وليس كأنه هو يضعها بطريقة يشعرنا بأن هذه الأماكن يجب أن تكون محل احترام هذه منظومة من الألفاظ المتراصة المتناغمة في ترتيبها واحترام الآخر في محكم التنزيل قدم ذكر دور العبادة الأخرى على المساجد جميل ليقول لك بتعبير لا إكراها في الدين ليقول لك لكم دينكم واليدين هؤلاء من تفرغوا وانشغلوا بعباداتهم رغم اختلاف البوصلة عن بوصلتنا لكنها دور تحترب وتقدر وترعى في السلم والحرب نحن يجب أن نبدأ بالاحترام نبدأ بالتقدير نبدأ بكف الأذى وبالتالي إذا أردنا أن تكون مساجدنا محترمة عند غيرنا من أتباع الملل فيجب أن نبدأ كما بدأ القرآن بأن نحترم ونبعد هذه الأماكن عن الصراعات عن القتل عن التدمير عن التفجير يعني كأن القرآن سبق القانون الدولي عندما شرع القانون الدولي حصانتها وإنا وإياكم لا على هدى أو في ضلال مبين شوف قدم الآخر على الذات أنكم قد تكونون ونحن معكم على خير وهدى هذا التقدير وهذه الحصانة وهذه الصيانة لهذه الدور أن تؤدي دورها لأن في المحصلة دكتور عامر هذه الدور مع اختلاف البوصلة في التوجه والنظر للخالق أو الإله لكنها تؤدي دورها كدور عبادة في تسكين النفس البشرية في ملئها بالطمأنينة وملئ فراغ بعض الناس قد يكونوا في فهمي أنا المسلم قد انحرفوا عن البوصلة لكن الغاية لهم كغايتنا أنهم يبحثون عن خالق الكون عن رب هذا الخلق يبحثون عن موضع يملأوا وهذه حاجة فطرية حاجة بشرية غارزية يملأون قلوبهم فيها يعني في آية هي أيضا في هذا السياق فيها رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ما قصة الطهارة والمساجد؟ هذا المسجد يراد له أن يحقق منه غاية الخضوع لله عز وجل وأن يؤدى فيه رسالة في التوجيه كما قلنا قبل قليل في التوعية والتعبئة وبالتالي يراد لهذا المسجد مكانا وداخلين فيه أن يكونوا في قمة النشاط والفاعلية والانتباه لما يلقى فيه بل إنما خاطب ربنا جل جلال الله إبراهيم وإسماعيل قال أن طهر بيتي لطائفين والعاكفين والركع السجود لذلك حتى أذكر قصة لطيفة أحد الأخوة إمام مسجد كان حريصا يا دكتور كل الحرص على تعطير ليس تطهير بل تعطير المسجد لأتم نظافة وطهارة فلما سؤل قال هذه مهمة الأنبياء هذه مهمة الأنبياء لذلك نبينا صلى رب عليه وسلم كان يقول جمروا مساجدكم يعني استخدموا فيها مواد العطر والطيب بل نبينا صلى رب عليه وسلم جاء يوم في ليلة جمعة أحد الصحابة وهو تميم الداري هذا التاجر جاء إلى بلاد الشام فوجد شيء غريب في بلاد الشام وجد قناديل ليس من عهد العرب في مكة والمدينة هذا فاشترى القناديل وحبالها وتفاصيل مكوناتها وأتى وأمر غلمانه فعلقوا القناديل في المسجد النبوي الشريف على نبينا الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم فلما رأاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء الجميل المسجد المضاء بقناديل جديدة أحدث بدعة حسنة فيها الخير للمسلمين وإذا دعوا الآن أن نبدع في تفاصيل ما يقدم في الشاهد فقال صلى الله عليه وسلم من فعل هذا؟ قالوا تميم قال نور الله عليك بالدنيا والآخرة جميل يعني دكتور أنس لا يجوز أن نمر دون أن نتوقف عند هذه فعلا الحادثة العميقة صراحة يعني أن المسلمين كانوا يسعوا إلى تجميل وتطوير وأن يكون لهذا المسجد دور وشكل ومضمون أفضل يعني ليست المهمة هي مهمة نبوية فقط بل مهمة المسلمين جميعا ولكن سأستمع إلى تعليقك على هذا الموضوع بعد أن نأخذ هذا الفاصل أعزائي المشاهدين نأخذ الفاصل ثم نعود إليكم لمواصلة حديثنا مع الدكتور أنس أبو عطى حول موضوع المسجد ودوره في بناء المجتمع معكم من جديد أعزائي المشاهدين والحديث عن المساجد الأماكن الطاهرة التي يبحث المؤمن فيها عن الطهارة هذه الأماكن أيضا ماديا هي كذلك الحال أماكن نظيفة يجب على المسلم أن يسعى في نظافتها وتطهيرها وفي جمالها ولذلك دكتور أنس ماذا عن جمال المساجد وطيب المساجد وما الذي يجب أن يكون في هذه المساجد هنا تأذن لي بتعليقين الأول عندما قال نبينا صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه البقلة يقصد الثوم البصل فليقربن مصلانا طهارة الداخلين طهارة المصلين فيه أن لا يؤذى منهم أحد برائحة أو بمنظة بل خذوا زينتكم كما قال تعالى عند كل مسجد فيحدث هذا التجمع الأخوي بين المسلمين بين الناس في المسجد بزينة وطيب ورائحة حسنة فكل من قد يصدر عنه شيء مما يؤذي الناس برائحة غير مقبولة فلا يدخل المسجد بل أن هذا الأذى ليس فقط أذى الجسد من الرائحة واللباس بل حتى أذى القول وأذى كل ما يثير شغب السكينة واليقين والطمأنين عندها ولا المصلين فيأتي الكلام عن الدنيا هذا يعتبر غير مناسب لنقاء وصفاء المكان فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم في شأن الدنيا من أن يطلب أن ينسد ضالة أن يعلن بيع سلع وما شابه ذلك الأمر الثاني نبينا تكلم عن الأقصى عليه الصلاة والسلام فقال ائتوه فصلوا فيه فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله قضية أن يشارك المسلم أن يساهم في هذا المسجد ونكر الأقصى بالذات دكتور يعني من في حكم يعني لابد أن تضيء لنا إضاءة ضرورية نحن الآن كواقع عربي وإسلامي واحتلال هناك من يقول أن زيارة المسجد الأقصى زيارة لا تجوز وأن هذه الزيارة ستدعم الاحتلال الصهيوني وإلى آخره وهناك من يقول بأن هذه الزيارة غير ذلك ربما تساعد هؤلاء الناس أو يكون لها أبعد ما رأيك وأنت أستاذ الفقه الإسلامي وأستاذ دكتور وعميد كلية الشريعة ما قولك بهذه القضية حتى الإخوة المشاهدين يعني ينتفعوا في هذا الباب التعليق هنا له مسارا المسار الأول الفضل في أصوله الشرعية لزيارة المساجد بشكلها العام أي مزد أن يذهب إليه بل نبينا صلى ربعا وسلم هذا الأصل هذا الأصل فقال في حديث في الصحيف البخاري سبعة يظلهم الله في ظل عرشه قال منها رجل قلبه وهناك روايتان رجل قلبه معلق في المساجد وفي أخرى بألتساق بالمساجد فالأصل العام هو أن يؤتى المسجد ويصلى فيه المسار الثاني الأقصى بشكل مباشر جاءت هناك أحاديث ونصوص شرعية تحث على الزيارة والذهاب إليه لا تشد الرحال ومنها المسجد الأقصى من هذا الحديث ائتوه فصلوا فيه إذن هناك طلب وندب وحث وتشجيع أن يجار الأقصى مسجد شريف مبارك وهو ثاني بيت وضع للناس عبادة بعد الحرام مسجد الحرام يمكن مكرمة حديثة بذر حديثة بذر مشهور فأئتوه فصلوا فيه إذن هذا وذاك هذا المساران يؤيدان بقاء مشروعية بل سنية بل ندبية الذهاب بهذا المسجد المبارك الأقصى طهره الله وحرره الله من دنسي من احتله هذا واحد الأمر الثاني أنا أرى هذا كنص أما الأمر الآخر وهو المصلحة المصلحة تقتضي أن يؤكد على الزيارة لإضفاء الطابع الشرعي الإسلامي هناك ودعما ومؤازرة للمرابطين هناك وتشجيعا لهم أنا أعلم أن هناك فتوى سياسية تقول بحرمة الذهاب لأنها تطبيع وأن هناك خشية من الختم على الجواز ولكني أقولها بكل جلاء ووضوح إن خطر الهدم أشد من خطر الختم وبالتالي هذه الزيارة في أصلها أمر هي في أمر مستقر ثابت أيضا دكتور عامر النبي الله مصلي عليه لما عرج به من الأقصى لماذا الله عز وجل وهو جل في علال حكيم لم يعرج بنبيه مباشرة من مكة والأقصى كان تحت احتلال الرومان لأمر الآخر النبي الله مصلي عليه لما قام بعمرة القضاء بعد الحديبية دخل مكة وطاف حول الكعب المشرفة وهي محاطة بل ملأ بأصنام صحيح وملأ بالشرك وملأ بالكفر فلو كان هذا لا يجوز لما دخلها النبي وما فعل ذلك نعم ولذلك نحن نؤكد على أن النصة والمصلحة يؤيدان أنت زرتها دكتور أنس قدس أنا زرت القدس قبل حوالي سنتين والله يا دكتور أنس أنك ستشعر بمأساة الفلسطينيين والاحتلال وسيزيد إحساسك والتزامك وحبك وتعلق وتمسك عندما تعود وتخبر أهلك وآل بيتك بما رأيت وشهدك لن يخطر ببالك أبدا أنك يعني ربما تتنازل عن شيء أو أن هذا الشيء سيكون له أثر سلبي بالعكس ستشعر بأولئك الصامدون أولئك الذين يعتصمون في شوارع وأزقة القدس يعني على الجمر يقبضون يعني تشعر بأنك أكثر التزاما مع القدس ومع الخليل ومع هذه الأماكن المقدسة المحتلة بل إنها عندما يذهب إليها الأردني والعراقي والماليزي والجزائري والتركي ويقدمون هذا الدعم والمؤازرة النفسية المعنوية الاقتصادية نهيك عن السياسية وما شابه تعزز موقف المرابطين وتشهد وتشهد منهم طب دكتور أنس لو انتقلنا إلى الإمام يعني ربما الإمام نصف المسجد إذا قلنا أو ثلث ربا المسجد يعني المسجد هو كبناء الإنسان هو الذي يديره الإنسان هو الذي يؤثر فيه الإمام هو الذي يدير المسجد عمليا ماذا عن واقعنا المعاصر عن دور الإمام وعن ثقافته وعن توجهاته هل ترى بأن واقعنا المعاصر ولا إما لديهم هذا التكوين أم أنهم يحتاجوا إلى شيء كيف تنظر الأمور أدواء جمع داء الأمة بإختارها الثلاثة وهم الغزاه والغلاه والطغاه هؤلاء الغزاه والغلاه والطغاه تصدت لهم مؤسسة المسجد جميل من خلال أئمة المساجد وعلماء المساجد إذن على مرة التاريخ الإسلامي كانت هذه المؤسسة لهذا الدور العظيم في محاربة ما تعرضت له الأمة من الداخل ومن الخارج وقطب الراحة كما قلت لك هو الإمام هذا الإمام الذي لابد من تعزيز المكان له في النفوس ودعمه بالفلوس لأن هذا الإمام الذي في كثير للأسف أقول من واقع نحياه ونرى ونشاهد في بعض المسلمين أشغل الإمام بقضايا ثانوية جانبية إما فكرية فيها حول فكري وإما قضايا اقتصادية أن حالة الاقتصادية غير كافية غير معززة غير متمكنة فنشغل من قبله بهذا الجانب فقد دوره في توجيه وريادة الأمة من خلال المسجد دكتور عامر المسجد في ظني يؤدى في أربعة أمور القناعات والقدوات والاهتمامات والممارسات قناعة الإنسان تشكل في المسجد أو من المواقع التي تشكل فيها القناعة أنت عندما تتكلم عن خطبة جمعة نبينا صلى الله عليه وسلم أمر الداخلين فيها من الملك إلى الوزير إلى التاجر كل هؤلاء جالسون مطالبون أن لا ينشغلوا بشيء حتى بحصة وأن يستمروا وينصطوا أن يكون إنصاتهم إنصاطا تاما بكل حواسهم لكل حركة وسكانة وكلمة ينطق بها الإمام هذا يشكل قناعات في إعطاء المعلومة ثم الناس يرون داخل المسجد هذه الحالة من الصفاء والعمل الصالح فتعطى القدوة ثم يبنى عليها اهتمام ثم ممارس وسلوك هذا يديره الإمام لأن الإمام كليمة سريعة هذا الإمام الذي نحن مطالبون باتباعه قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام يؤتم به هو رمز هو قدوة طيب يكتور هو سؤال أيضا عبارة عن مقولة أحد المفكرين يقول الإنسان هو هدف المسجد وليس المسجد هو هدف الإنسان أو المسلم هو هدف المسجد وليس المسجد هو هدف المسلم صحيح ما رأيك بهذه المقولة؟ صحيح نبينا يقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما دلس قوم في بيت من بيوت الله العبرة ليست بالجلوس لماذا اسمع آخر الحديث قال يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم هذه الحالة من حالة التدبر والتدارس الجماعي في علم شرعي قال يتدارسون بينهم إلا غشيتهم السكينة إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده قال في حديث آخر عند الإمام المسلم قال دخل النبي المسجد صلى الله عليه وسلم قال فوجد في المسجد حلقة تعبير نبوي حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم لماذا جئتم ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما من به علينا من عملة الإسلام مجلس علم فالمكان ليس فقط مجرد أنه أنا جلست صحيح دكتور عامر هناك سنة الاعتكاف وهي المكث والبقاء في المسجد منية التفرغ للعبادة لكنه جلوس نافع لكنه تفرغ فيه انشغال بعلم قال جلسنا نذكر الله ونحمده على ما من به علينا من عملة الإسلام فقال صلى الله عليه وسلم آه الله يعني بالله عليكم آه الله ما أجلسكم إلا هذا قالوا آه الله ما أجلسنا إلا هذا فقال صلى الله عليه وسلم أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكن جبريل أتاني فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة جميل طب دكتور لو انتقلنا للواقع يعني أحيانا أن كلنا يعني ذلك الشخص نذهب لصلاة الجمعة للأسف بعض الأحيان قد تجد بعض خطباء الجمعة ليسوا في مستوى هذا المستوى الذي ذكرت بهذا الأفق بهذا البعد آه فتجد حتى فنيا حتى الأداء حتى طريقة الإلقاء المواضيع ناهيكة عن المواضيع التدخل في قضايا سياسية وهو ليس شأنه السياسة يعني لو قلت لك السؤال دكتور هل يعني ترى أن تنظيم الخطابة والوعظ في المساجد وأن تكون فعلا هي مؤسسة بعيدا عن أن يأخذ هذا الخطيب دور غيره أن يأخذ دور الوزير أن يأخذ دور عضو مجلس النواب كيف يمكن الخطيب أن يأخذ دوره التربوي الحقيقي دون أن يثير إشكالات في المجتمع في سورة يوسف من قول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة في لسان العرب بي بن منظور تكلم أن البصيرة لها تسعة معاني وهذه تعطي لك المنهجية التكتيكية لعمل خطيب بل عمل الداعية البصيرة التي يدعو بها هذا الخطيب قال هي الحجة الفطنة العقيدة العلم أيوة نعم وهنا ربما مربط الفرس كما يقال هذه واحدة الأمر الثاني هذا الخطيب ليس هو قطب وحيد فقط وحيد عصره وفريد دهره في المجتمع ويفهم في كل شيء لا هو بحاجة أن يستعين بدو الخبرة والاختصاص بمعنى أنا أدعو أن تكون المساجد يستفاد فيها دورات وندوات ومحاضرات من أهل اختصاص يتكلمون للناس في بيان ما يمس الواقع يتعلق مثلا بجانب صحي بجانب سياسي بجانب اجتماعي نهيك عن دور المساجد ويحركها الإمام في التفاعل التغلغلي في المجتمع من دراسات إحصائية مسحية للأسر الفقيرة والبطالة ودور المسجد وأن يكون هنا أدعو كذلك دكتور إلى أن يكون المسجد وقفيات وقفيات تدعم المسجد وتقدم الدعم المالي ليقوم المسجد بمهامه وأن يكون المسجد منارة لينيرى ما حوله من قطاعات شبابية ونسائية بحيث بعض الأمثلة عقد دورات كما قلت لك وندوات ومحاضرات أن يؤدي المسجد في صناديق تدعم الفقراء وتشارك العاطلين عن العمل في العمل نهيك عن أن يكون لها علاقة بواقع المجتمع وما يواجهه من مشاكل وأخطار يعني دكتور لم يبقى معنا الوقت يعني هي نصيحة موجزة بنصف دقيقة إذا كان في مجال للأئمة والوعاظ الذين هم يعني قلب هذا المسجد وهم الذين يوجهوا هذا المسجد باتجاهه الصحيح إن شاء الله ماذا نقول له أولا نقول وأن المساجد لله جميل فلا تدعو مع الله أحده المسجد وجد ليكون دعوة لهداية الناس وبركة لهم فيما يحملون للناس الأمر الثاني أن يشعر هذا الإمام بنبض الناس ليس هدفنا ما يطلبه المستمعون أن نقدم لهم ما يريدون بل أن يكون دورنا أن نخدم الدين وأن نؤدي دورنا فيه في توعية الناس وتوجيههم نحو الأصلح وأن تكون البوصلة بوصلة ربانية الأمر الثالث أنا أدعو بكل وضوح نحن نتكلم عن عالم إسلامي واجه خطر التطرف وخطر الغلو أن يؤدي المسجد دوره من خلال إعداد أئمة ونحن في جامعة هذا يحتاج كثير من الكلام ولكن الوقت انتهى دكتور أنس أبو عطا بارك الله فيك وأنت أستاذ الفقه الإسلامي في جامعة البيت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر